بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي قناة لمسة زهرة اليوم شاء الله نديرو مع بعض وصفة كيش وبواغو ولا طاقت وبواغو نجوزو هنا يا المقادير لهاد الوصفة لازم منها 250 قرام فارينة 150 قرام زبدة قطعها صغيرة شوية علمة نصح بابت وشوية تعلم يعني تقريبا 1.5 مغير فتاقة في الوعاء هنا عيون برفت وعاء نحط صفايا داعيب باش نصير الطاحين بهاد الدقيق لازم نصيروه هادا نتفاداو لك شما كاين حاجة فيه ولا وزيد ندخلو له لهو بعد ناخدو 150 عفون قرام تعال الزبدة هنا تقدري تاخدي زبدة ولا زبدة تعالتوريق مليحة تاني لما يجب انتع التوريق ولا اي نوع واحد اخر هنا تديري شوية ملح ضروري لانها هاد بات بغيزة ملحة لو كان ندرناها حلوة ستدير فوق انتاقت ولا كنا نزيدو لها شوية سكر هنا نبقى نخدم باطراف الاصابع ندخل الزبدة في الدقيق نخدمهم بغير بعطراف الاصابع بلعقل بلعقل حتى وين نشوفها ولات كامل صفرة حاك ده كما راكم تشوفو حاك ده كما راكم تشوفو حاك ده ك هاك ده ك هاتي هي النتيجة ندير حفرة فالوسط ونفرغ نصف حبات عباد هنا ملاحظة درت نصف حبات عباد لأن في 500 قرم فارينة ندير حبات عباد بما أني درت نصف الكمية ندرت نصف حبات عباد ولا ما كاش عندك ولا ما أحبت يشتري ممكن تستغنية عليها هنا نفرغ الماء غير بالعقل بلا كوي يغلبكم الماء لخاطش هنا أصلا راهي طرية بالزبدة ديرو غير شوية الماء ونضع ونضع ونبقى ونضع بأطرف الأصابع ونضم ونضع ونضم لعجينة نضع ونضع 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 هو من الاحسن تبت بسحيل اخدمتها في نهارها ما عندها حاجة خليها تريد نص ساعة ولا ساعة وبعد حليها وخدمي بيها هنا نجوز للحشوة هذا هو القراط نقيته ونحيله هذه الخضرة التحتانية ونزيد معها بصلة ونقطعها هنا ما يهمش ولا قطعتها كبير اشوية كبيرة ولا ما عندها حاجة وما ترحوهاش في الروبو ولا رحيتوها في الروبو تتلق الماء وما تجيش ملاحة انا رجوع الى الاصل فضيلا نرفض فيه نقطع فيه دي بليت باللوحة كملتها بيدي يلا معليش الموهم النتيجة نضيف 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 البصل نضيف صحن ونجيب الكراط نضيف 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 هنا وريدت لكم قطعت غير واحد قدامكم بما انه كانوا ثلاثة باش نربح الوقت قدش الفيديو جاب السف طويل قدمه نقص لوجه طويل وانا حبيت نقيس كامل الجوانب نحن نفهم كلش نقطة بنقطة بالصحة كان من المستحيل جاب السف طويل بقيت غير نقص نقص هاكدا ان شاء الله هاكدا يكون حتى لو كان شوية طويل معليش بفايدة هاكدا هنا تعمت نقطة هاد الجيهة اللي جيب التحت نحيط هدوك الورق الخشن هدوك الكبر و هادو الرقاق هادو ما تعمت نقطة هم قد اعجبوني الالوان عجبني هادو من البيض حتى من الفونسي حتى الكلاق بريتو شباب رائع هنو نجوزون البقلة اذا في المقلة حتيت شوية زيت تقريبا نسوجو ما غير عرف شوية زبدة ما كترتش بزاف ليدة بما ان في هال فرماج و في هال لا كان فخاش و فيه بزاف مواد سيمة نقصت شوية هانا لكان عندك زيت زيتون ممكن ديري تاوضي زيتون هانا هاوليك الكرة التاعي قطعتو و حطيتو فوق البصل البصل يكون تقلي شوية مقبل واحد الخمس دقائق مقبل ولا شوية اكتر مهم ما ينحرقش تعسيه باك تقلبيه مين داك تقلبيه تروح يتولي عليه هاكدا و نبقى نقلب هانا بعد دقائق شوفو كيفاش حبط الكاثافة هادي كامل حبطت غطيتو خليطو يطيب هوليك هانا ايا و كي تشوفي هنشف مين داك زيديلو شوية لاني زيت له غير ما صورتش خطاش بالزفجة طويل وهنا ملاحظة نسيتها سمحولي عندي مغرفة دقيق تاع الفارينة كان نعمل منذرها فوق النار و نسيتها زيتها هنا وهنا نجوز العجينة رفدت العجينة تاعي انا خدمتها البارح وهكدا باش رتاحت المليح شوفوا العجينة شها يشابه سمحولي اللي بنات على تصوير كارثة هنا ياد على العجينة جا ناقز ما جبنيش مين موهم هذا القالب تاعي فيه 20 سنتيمات في القطر ديالو هاكدا نحبط العجينة بالعقل بعد ندخل الأطراف و نسك بها بلاح و من بعد نحيل هادوك الزوائد نرفض هاكدا بالعوت تاع الرشنة و ننحيل هاكامل هادوك الزوائد وهيليك هنا لضغط الداعي لا يبارك عليها ما شاء الله شوي ببو جوزو لباغي نزوج حبات بيت نسكة حليب 20 ميلي ليتر تاع خيم ليكيد ملح فلفل جوب نطاري و هادو جوب نطاري ممكن تستغنائي عليه لما كان عندك يكون أحسن تزيده يجيبنين تكافل في الوعاء تاني نخطو الوعاء نكسرو البيت إذا ما نكسروش البيت على الحافة على الوعاء ممكن تحن لك مرسوم من نوبلا من الأفضل نديره فوق هاكدا تقدري توحي حتى ثلاثة أحبات بيت إلا يبقى لك تقدري ديره تزيده هاكدا تخلطيهم مع بعض نزيد هنا يا 200 ميلي ليتر تاع كريمة سائلة دونك خيم ليكيد نخلطهم مع بعض نجيب هنا يا نجيبن طاري نقطعوه بالسكين هاكدا نديرو طرف نزيدو زيادة الأطفال يحبوه كيلقاوه هاكدا كي يحسو بيهي جي في داخل الحشوة نس كاس حليب الكاستع الحليب هادا ياخد نفس المقياس كيما الكيس اللي وريد لكم فلوكاك ودوكا نزيد هاديك الحشوة تاعي كامل اللي طابت بردت ضروري تديريها بردة ولا ممكن تكون شوية دافية بساح مشي سخونة هاكدا ونخلطهم مع بعض نزيد لهم هنا يا الجبن المبشور قلت خمسين كرام جبن المبشور عندك أقل ديري أقل نجيبت نجيبت القالب ديالي هنا ندير بارد في بارد هنا نرفض شوية الجبن المبشور اللي قادلين زيدو من الفوق ملاحظة البنات راني درت الملح وفلفل اللي كحال في لابا غايس تاديغ مع الحليب والبيض وكامل غير ما تصورش ونبعد نحطها في الكوشة هايليك في الوسط نحطها نشعلها من التحت نكون سخنتها مقبل طبعا واحد للعشر دقايق ولا شوية أكثر درجة الحرارة 180 درجة ونخليها الطيب لمدة 35 دقيقة تقريبا كل واحدة وكوشة تشوفوها حمارة هكذا ونشفت والجوانب كامل تكون حمرة أنا نرجحها تزيد شوية تحمر شوية وهيليك هنا في صحن التقديم فوق الطويلة وقدمتها مع حساء بدرت حساء البطاطا إذن هذه هي الوصفة على نهار اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا من النصائح كامل اللي أعطيت لكم جربوها إن شاء الله تنجحوا فيها تفرحوا فيها ولداتكم جبزة بنينو ولا عجبتكم كيف أقول لكم إذن لا تنسوا لايكي وتابغوني وفلاشان فضلا وليس أمرا طبعا وهيليك من دوك نقسم لكم طرف شاهدكم في الجنة هايليك نقول لكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وإلى الملتقى